ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تأكيد الخبر في بعض التعليقات والتدوينات كتبت فيها الحمد لله مرحبا بك مجددا وتداول نشطة عبر موقع التواصل تدوينات متفرقة تتحدث عن أن المجرد خرج من السجن بعد دفعه مبلغا ماليا ضخما ككفالة إلا أن محامه وعائلته لم يخرجوا بأي تصريح لحد الساعة وكان المجرد قد اعتقل في 28 أكتوبر 2016 بعدما اتهمته بريول بالضرب والاغتصاب مرتين في غرفة بفندق فرنسي مشيرة أنها لم تتمكن من مقاومته وأنها اختارت الاختباء في إحدى الغرف المجاورة إلى حين قدوم الشرطة واعتقال المغني المغربي الذي قضى سبعة أشهر من السجن فلوري بباريس قبل أن يطلق صراحه ويعتقال مرة ثانية بعد اتهم فتاة أخرى باقتصابها في غشة الماضي 2018 نشكركم على حسين المتابعة قناة ماروك أخبار يومية ترجمة نانسي قنقر